أكدت وزارة الداخلية أن تجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة هي مخالفة للإجراءات الوقائية تستوجب العقوبة بحق المسؤول وكذلك الحاضرين كما أوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أن تجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 كذلك أعلنت أنه تشمل العقوبة في هذه الحالة بحق المسؤول أو المنشأة غرامة تقدر بـ 40 ألف ريال وبالنسبة للأفراد في حالة الحضور فيتم فرض غرامة 5 ألاف ريال وفي حال التكرار تصل إلى 10 ألاف ريال أيضا عبد العزيز قد تصل الغرامات أو تصل العقوبات إلى 100 ألف ريال إضافة إلى إحالة للنيابة العامة مجهودات كبيرة عبد العزيز لوزارة الداخلية من بداية الجائحة وحتى الآن دائما التعليمات من قبل وزارة الداخلية للجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير التي تعلنها بناء على ما توصيه وزارة الصحة وأيضا الجاهد الصحية للمواطنين والمقيمين أيضا تطبيق العديد من الأنظمة التي أقرت منذ بداية الجائحة كذلك كان الرهان الأكبر على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من خلال الالتزام بمثل هذه القواعد وهذا بفضل الله ثم بفضل الالتزام وأيضا تطبيق هذه الأنظمة والقواعد شهدنا بحمد الله كبح لانتشار الجائحة في أوج فترتها أيضا ونزول كبير في عدد الإصابات عبدالعزيز إلى خلال